هي فكرة الكتاب فكرة إيجابية جداً عن ستات المصريات الحقيقيات من الأسرة المتوسطة أسر متوسطة تعلمين إما تعليم عالي أو متوسط أو أهلهم تعبوا عليهم وعلموهم والستات دول اختاروا حاجة جميلة جداً اختاروا إنهم يعملوا في مهن حبوها ومهن غريبة عليهم المهن دي كانت حكرة على الرجال فقط مهن الرجالي مهن بنسميها رجالي السواء في بعض المهن بتبقى كده رجالي شوية الغريبة بقى إن دول كمان إنها مهن بنقول عليها رجالي وغريبة مش زي السوائين وكده مش المعتاد عليها أيوة الغير معتاد عليها يعني هي رجالي وغريبة كمان اه بالزبط بالزبط كده الستات دول هقولك باختصار مهنهم إيه وبعدين هقول لحضرتك الفكرة إزاي جاتوا يالا تفضع لي المهن اللي في الكتاب عبارة عن فيه مأزونة شرعية كل الناس ما كانوش يعرفوا إن فيه مأزين سيدات فيه كهربائية نقل سقيل كهربائية نقل أيوة وقد كدهو طغنونة قد كده تشوفيها متقوليش وفيه كمان جزارة الجزارة تجيبا أنا شفتها بكدا موضوع تجو أنها ظهرت في أحد البرامج وأنا سمتها الجزارة الكيوت لأن هي كيوت بجد يعني والناس بيحبوها في الشرعية جدا فيه كمان بنت بتنفو زجاج يدوي. ودي حاجة صعبة قوي. انك تنفخي في الزجاج سكنه افران عالية وكده. واتحاربت كتير عشان ما تدخلش المهنة دي. لكن صممت. سلكت وصممت ودلوقتي ما شاء الله عليها بتعمل عاجات عيلة. في مثلا كمان في واحدة بقى قررت ان هي تعلم الستات وتسوق لهم المنتجات بتاعتهم. عملت مبادرة كده للستات. دي برضو نوع من انواع انك تسندي الستات التالية. طبعا دعم جميل. دعم ليهم او بعضهم. في غواصة تحت الماء. مدربة. بقت مدربة. هي بدأت كغواصة ودلوقتي بتدرب. مدربة غطس. اول سيدة مصرية بتدرب غطس. ودي برضو من ضمن الحاجات اللي تعرضت لها. ان كانوا بيقولولها انت الست. تقول لهم ما فيه ستات تانين بيدربوا. ولها لأ دول اجانب. انت مصرية ضعيفة وكده. لحد ما ايه. دي كلمة مستفزة جدا. دي كلمة مستفزة جدا. دي هتخليها تصمم اكتر ان هي ايه اجانب يعني. اه اه اه. فكانت دي من احلى الحاجات. الكتاب كله فيه قصص وحكايات. دي قصص ممتعة جدا بجد استاذ الهام. بس انا خليني ادردش مع حضرتك شوية في الفكرة. ايه. يعني لما هنسمع شوية عن الفكرة. حضرتك دلوقتي لما شرحتي لي اكتر عن المهن اللي اتتمتهنها السيدات الناجحات الجاميلات دول. انا في الاول كنت متخيلة انه ممكن يكون عشان ظروفهم الاجتماعية الصعبة. اه. فاتطرتهم الظروف. ايه. انه هما ينتهنوا مهن شقة. برضو دي فكرة تقليدية. فكرة تقليدية جدا. انا مع حضرتك. ولكن اللي حضرتك قلت ده معناه ان ده بالكامل اختيارهم. ده صحيح. ده هما بيحبوا مهنة. ده صحيح. قرروا انه هما يشتغلوها بصرف النظر عن نظرة المجتمع عليهم. صحيح. صحيح. وقدروا يعني يتحدوا يصمدوا ينجحوا. ويعني دي حاجة برضو من الحاجات اللطيفة اللي وراء فكرة الكتاب. ان احنا باستمرار زي ما قلت حضرتك احنا بنلاقي المرأة المطحونة. ايوه. المضروبة. ايوه. الضعيفة. او الفقيرة جدا جدا الجزها مات وابوها مات ورائلة ماتت كلها وهي اضطرت تقوم تعمل حاجات. ده كويس. اكيد. اكيد. ولكن ده خلاص. قتل بحسن. ايوه. وقتل كتابة. ايوه. انا قلت لا انا عايز اتكلم عن الستات الحلوين. ايوه. اللي قابلتهم في حياتي. ايوه. ده انت بتشتغلي في التنمية ومقابلتي ناس واشكال والوان. وبالتالي الفكرة جات لما لقيتهم ازاي الستات دول قدروا يختاروا المهنة بمحض ارادتهم. وازاي هما وصلوا لنتائج طلعت من بحوث كتير. يمكن ما اروهاش. اختاروا المهنة اللي توفر لهم. اولا اللي اللي بيحبوها. اللي بتوفر لهم فلوس. نعم. اللي بتخليهم يتفوقوا. اللي ابداعوا فيها. كل واحدة من السبعتاشر سيدة دول اضافت للمهنة اشياء ما كانتش موجودة.